أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ القائد الأعلى حفظه الله ورعاه عن خالص تعازي ومواساته لعائلات الشهداء الأبطال وإلى أشقائهم من رجال قوة دفاع البحرين لنيل إخوانهم البواسل شرف الشهادة أثناء أدائهم لواجبهم الوطني المقدس والمشرف خلال مشاركتهم مع قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن الشقيقة والتي نعتز ونفخر بالوقوف معها صفا واحدا ضد أي عدوان وأضاف جلالته أن هؤلاء الشهداء الأبطال نالوا أعلى مراتب الشرف وستبقى أسماءهم خالدة مضيئة في تاريخ البحرين المجيدة داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان جاء ذلك خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله إلى القيادة العامة لقوات دفاع البحرين حيث كان في استقبال جلالته معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وقد التقى جلالته حفظه الله بعدد من الضباط الذين تشرفوا برفع تعازيهم لجلالته باستشهاد إخوانهم في السلاح معربا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله عن بالغ شكره لجميع الضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين على حمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكل شجاعة وروح معنوية عالية وعزيمة صادقة وقال جلالته إننا نشارك أهلنا المواطنين الكرام مشاعرهم الأبوية في مثل هذه الظروف ونقدرها فأبناؤنا سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كانوا هناك يشاركون إخوانهم البواسل واجبهم الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن وسيستمرون في عملهم في هذا الواجب المشرف كفريق واحد مع إخوانهم مؤكدا جلالته وحفظه الله أن مملكة البحرين ستبقى دائما وأبدا عونا وسندا لدعم الأشقاء مثل ما هم عونا لها ولن نتردد أو نتأخر لمؤازرتهم لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الأمة العربية وتمنيا جلالته لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوات دفاع البحرين دوام التوفيق والنصري المؤذر والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة